بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله يسعدني في البداية أن أرحب لكم أجمل ترحيل في بداية هذا الفصل الدراسي في مساق نظم المعلومات الإداري وأتمنى لكم كل خير وكل توفيق طبعاً كيف نتعرف وهذا إحبار عن فصل مكثل يعني أتمنى من الجميع أنه يجد جهد وإن شاء الله وبإذن الله نتجاوز هذا الفصل على أتم واجه اليوم في هذا اللقاء يعني نعرض خطة المساق نشوف كيف ممكن نتعامل مع نعرض خطة المساق إذن المساق هو Management Information Systems إذن إحنا ملطبين Management Information Systems إذن هذا المساق يغطينا موضوع Systems مثلما نعرف إحنا to Management Information that supports Management Information Systems راح تغطي هذا المجيلة يعني راح تحديث عن systems آية systems اللي هي produces information which type of information اللي هي that supports المتيريال راح نستخدم راح نستخدم أحدث كتاب اللي هي اللاوضون اللاوضون هذا الكتاب المشهور applications والتطبيقات اللي هي استخدمة عن هذه التكنولوجيا عن their impact من بيزنس موديل and managerial decision working إذن الميك إذن اللاحظ بدي يعني نغطي في هذا الموضوع اللي هو التكنولوجيا نرح نت يعني نناقش جانب التكنولوجيا وطبعا جانب التكنولوجيا من ناحية هاردوير من ناحية سوفتوير من ناحية databases من ناحية نتوير and so forth إلى آخر اللي هي بتكون قادرة تتعطينا information هذه managerial decision ميك إذن هذا بشكل عام أنه هو واصف المساق intelligent learning outcomes وإحنا بعدما ننهي المساق راح يكون في عندنا يعني إن شاء الله وبإذن الله تعالى knowledge عند understanding يعني نكتسب knowledge جديد بالموضوع وإحنا ذكرينها مجموات intellectual skills قدرات ذهنية يعني قدرات أنت بسرقات لأنه مثلا تعمل analyzing the words use of information systems in organizations and so forth أيضا نقدر نكتسب professional practical skills إذن موضوع as a professional أنت كمختص شوف دوزيد اختصاص حاجة خضايا راح تزيد اختصاص فإن كمان مشموع من السكال العام اللي بساعدنا بالتعامل معوين في مجالات أخرى هذه self-study يعني يفترض انها review يعني يفترض أن أنتو مرة معكم في درستكم المادة فيها المشروع نشوف كيف متعامل مع المشروع course policies مشموع من policies اللي راح نحن نتعلم معها في المشروع and keeping informed يعني كيف اختب الماد keeping informed كيف اختب الماد 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 إلا موقع على Google Classroom استعدتنا موقع الماد على Google Classroom راح نشوف كمان شوي هذا الموقع من خلال راح نعرض كل شي علاقة في الماد وال announcements يعني راح نبلغ في من خلال الماد نعم الان الاسلوب راح نتابع بالماد اللي هي lecturing teaching with videos زي ما انتو شاب ين زي راح نعمل تصوير للمقادرات reading ممكن نعمل قراءات معين problem based and case study يعني قضايا المال جميع ملاحظ ان اغلا متقدمين في الدراسة اذا في قضايا راح نتناولها نشوف كيف ممكن استخدم المعلمات في الاج independent work احيان ممكن نلت ان تكون تفكير فردي او تفكير جماعي وان in class discussions كون الان in class discussions هذا راح تكون على الشكل discussions على موقع المسار موقع موقع نعم وكذا المسار اللي هي عملية تقييم عملية تقييم لل جريت طيب عملية تقييم لل جريت او لل جريت راح تكون على نحو التالي في المادي متر مكسام راح كون على الش نعلان لعن هذا المتر مكسام راح يكون مباشرة على شكل take home exam مباشر يعني نكون online أو على شكل take home exam ان شاء الله نظروف تسمحنا يعني يكون في مروني في التعامل مع هذا القضاء class work اللي هي class work اللي هاتنالفص شغل شغل بيكون مطلوب في discussions زم حكيت راح تكون عم وقح المساء كما شوية مستعر كيف ندخل عم وقح المساء في presentations ممكن يكون مطلوب من كل واحد عدر something يحكي يساجد ويحكي نشوف بكر في assignments cases and reports طبعا وزن 30% because project 20% and final exam 30% طبعا هذا راح تكون اللي هي يعني بشكل عظ عاك راح يكون تعاملنا مع المساء الآن بدنا نشوف كمان كيف ممكن ندخل عموق المساء أنا حاب نشوف كمان كيف ندخل عموق المساء خلينا شوية لحظة أول شي راح ندخل على اللي هو الجوجل هاي desktop نبدعم الشي على desktop شوية كيف موقع المحصة أول شي راح ندخل على اللي هو جوجل هايو وندخل عال الإيميل ندخل الإيميل بصير الهاذ قدام نشوف كيف اللي هو بات الإيميل ندخل الإيميل العبطية من الجامعة ندخل ندخل إذن بدخل هايو إيميل إلا عطيان متجامعة طرعا ندخل بدخل كلمة مرور كل واحد فيكم معا رقم معا إيميل عطو إيا من الجامعة هذا الإيميل هو راح يكون ما دخل ل الل 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 لاحظ يفتح الإيميل بعد ما بفتح الإيميل بروح أنا وين لاحظ هاي تفتح هاي هاي أنا في جوجل الل الل سرو هاي مو بير كلاس رو طبعا في مساء خايب كمرا أنا صحف مدرس كمرا أمامي أنا بعث تلك المفروض أنت لما تدخل على إيميل تدخل بتكون وصلتك الإيميتيشن هاي الإيميتيشن من خلالها بدلا يعني بتعمل عليها بنقلق على صفحة الحال ونقلق على صفحة المساء المساء خايب إيمي إيس رمزه ها ندمك على تلك خمسين أربعة ستين إلا نلاحظ آه نرتع طبعا هنا الستريم هذا الستريم بيبين في كل واحد شو وانا فتحت الكويت كمان أنا أعطيتكم إمكانية تقدر تكتب هنا هاي تقدر تعمل تستعرض هاي شو المكتوب وكان هذا عبار عن فورم ببين إنه كل الأكشن اللي احنا اشتغلنا في المساء مثلا لو بدي أكتب عن هاي هاي نبتوب السلام وعليكم ورحمة الله هذا هو مثال العارف مثلا موقع عن مصحف بيت توفي لا حسنا في عملك اللي كان كل الإخلاس بسير شمال آي بي بس مشان أكد أنا على كيف تدخل على صفحة المساء ولم لا ما شاء الله أنا مشموعة بك الدخلين لكن بس عبت التأكيد كون أنا بتعمل مع كلاب جمعيين أكيد هذا القضايا مرة معك خاصة يكون علاقة مع المعلمات تكنولوجيا المعلمات هنا هن راح كل مرة راح أقول أن المتيريال اللي أنا بدأ فعلك هي راح يكون على لك last word مثلا I have بداية راح تلاقي مثلا موجود course outline هذا اللي استغلنا أيو course outline ممكن يكون في تعدينات يعني قابل لتعدينات يعني يحاول from time to time ودخل عليه الثاني راح تلاقي هاي course library course library راح يكون في داخله راح تلاقي كل بيساعدك بالمساطق راح عط لك مثلا كتاب راح يحط لك مثلا كمان لقد دام شوية report writing standards يعني كيف لما بدك يكتب روبر أي قضية مساندة إليك في المادة راح تلاقي ها موجود هان course لك بما بعد chapters راح كل presentations موجود في المكان هاذ كاملة مع تسجيلات نعم يعني هذا هو موقع المساطق هاذ يسم موقع المساطق لان كمان نحب أحط في الإعدادات إنه أي واحد فينا بكتب مسيج هان بتروح ل مثلا أنا كتب المساطق لكل الكلاس كاملا بتروح المسيج هذا عن إيميلات بتيجي على الإيميل وبالتالي يعني كمان نخلي عباركم الإيميل تنسوش إنه هذا عبار عن حسب ما أبلغنا إنه هذا فصل مكثف ويعني مدة شهرين وبالتالي خيال شهرين يعني مطلب من نحن نتجاوز المساطق أنا نتعاون مع بعض أي واحد عنده أي إشكالية أي مشكلة بنحاول كلنا مع بعض لأننا الآن يفترض إنه فريق مساندين لبعض كنا فريق واحد إحنا مش فريقيين يعني عادة المدرس مع طلاب نعتبر نفس فريق واحد مهمتنا مع بعض نسند بعض ونمشي مشان نجتغل المساطق كمان أنا بتتمنى عليكم أنت كمان يعني نمو موضوع العمل الجماعي اللي يعني نتجاوز المساطق نتجاوز هالظرف كله يعني بأسهل طريقه بأسهل دائما أنا مرة أخرى أتمنى يكون خير ورح ننظر إحنا على التواصل زي ما حكي الآن الطريق الوحيد المتاحة إلي للتواصل مع قوه الإيميل وموقع المساطق أفكر عمل مجموعة واتس واتس أب اللي تكون أسرع وأسهل في التواصل أنا في انتظار حقيقة المعمل المجموعة في انتظار البقية يردون أنهم يردوا على الإيميل بأسنا مجموعة إحنا بدنا إن شاء الله الكل يرد على الإيميل مشان نطمئن أولا مشان نطمئن عليكم ثانيا مشان نتأكد إنه إحنا كنا بدأنا مع بعض المساطق بارك الله بارك الله فيكم ومتمنى كل الخير وكل التوفيق ترجمة نانسي قنقر